التمثيل اخباره ايه? ديه الاحراك ده? نعم عايزين احنا اخر حاجة كانت ابن اصول? اه. انا كان اخر طبعا ضيف شرف ابن اصول مع حمد اهلال اخوية. مع حمد اهلال الجميل. محمد بكير. اه تأليف احمد ابو زيد اخوية. انا عارفك تتحب تشتلم على العيلة. اه لا والله والله العظيم اه وشينا حلو مع بعض وبعدين اه هم هيمكن اخواتي عشان فهميني اكتر يعني فهميني طبعا وفهمين انا بحب ايه فبيعرفوا يفصلوا لي الحاجة على مزايجي يعني. تمام. مش قصة ان احنا محتاكدين بعض وبتقى بالعكس يعني ما ده بيشتغل يعني كل واحد فينا بشتغل برة تاني. لكن احنا يمكن بنحب التعامل مع بعض عشان بني بفهمين بعض. اكيد. لكن انا التمثيل زعلان منه شوية لان انا الفترة اللي فاتت العروض اللي بيجيدي بصراحة اقل من اللي انا عملتها. هم. بكلمك بشكل شفافية يعني. طبع. العروض بكل اشكالها بقى. يعني الادوار مش حلوة. المسلسلات نفسها مش هكلم عن الدور. هكلم عن مسلسل مش مش قدي كده. مش هيقدم حاجة مش هقدم حاجة جديدة. انا مش عايزة ابقى موجودة على الشاشة وخلاص يعني حتى نتليني مقل جدا في ظهوري الاعلامي. الا لما بيكون عندي حاجة. عندي مسلسل عندي فيلم عندي. لكن مش عمل على بطة زي ما بيقوا. لأ وبعدين ده غلط. انا عارف ان هو غلط يعني انت فيه ناس بتبقى موجودة. يعني اه فلان كان للنهاردة مش عارفة ايه. وفلان اعمل ايه. انا مش مش من محبي دي. انا راجل الحمد لله صاحب محتوى. فليه اهزق نفسي. وليه يعني. طبعي استعيش حياتك طبيعي. اه بالزبط يعني انت عملت عمل تنزل تلفع البرامج وعلى الناس بتقول الحمد لله ان الناس بتطلبني يعني لمقعد شاجري ورا الحاجات. فانا تعودت على معين في النجاح. اه لكن في الحاجات اللي هي بتصغر دي ما بقدرش عملها بصراحة. ايه. وبعدين زي ما بقول لك التمثيل اه مشكلته حاجة. ان انت في كبير قوي. ام. وانا تعودت ده انا زي بالبال دي يقول لك انا معلم على روحي. يعني انا في الغنى انا اللي بختار الاغني وانا اللي بختار الافكار وانا اللي بختار حشتغل مع دوة وانا ماشتغلش مع دوة يعني انا المعلم. تشترك في اللحنة في الفكرة بحاجات كتير جيدة. انا يعني الالبوم ده انا ملحنه كله. ملحنه كله. حتى حاسيت ان انت واثق اكتر او مرتاح نفسيا اكتر ان انت اللي تبقى. دي حقيقة. والله مش غرورا ولا حاجة. الفكرة في ايه? ان انا جربت اتعامل مع ملاحينين. عشان بس ما ننطش. موضوع التمثيل عشان اقفلهولك. القصة ان انا حسيت ان انا مهدوم حقي. ام. ام. مش واخد ادوار تليق بتاريخي. مش عايز اقولك ان انا هشيت بطولة مطلقة يعني. ولو اني جات لي فرص كتير بس انا ما كنتش حابب والله العظيم. بطولة افلام بطولة مطلقة. تمام. بعد لون شعرك. لانا حسيت ان الناس دي جاياني عشان تستغلي اسمي وهيعملوا فيلم ايه كلام. ما لقيتش الجهة الانتاجية اللي انا اصق فيها او المخرج اللي اصق فيها كنت بارفض الحاجات دي. وافلام بالفعل نزلت السوق بمطربين اه وما نكحتش طبعا خلص. تمام. فانا كنت عشان برضو دار السينما فاعارف الفخ ده يعني لو انت عشان عليك الاسم فالنسب. موضوع الغنى اكتشفت ان انا لما اشتغلت معه ولحنين تقال طبعا واتشرف ان انا تعملت معاهم بريش دا قال زكر اسمي مش عشان حاجة. اكتشفت ان الاغاني نكحت بس ما عملتش البومنج اللي انا عايزه. ليه اكتشفت ان انا مسلا شبه مطربين تانيين. لان نفس الملحم بيبيع لفلان وعلان وترتان. فانا كريمة ابو زيد لما هيغني عبقى شبه فلان وعلان وترتان. فلما اكبرت ونضقت شوية اكتشفت ان انا نجاحي في شكلي. في ستايلي في روحي انا ككريم. لا اول ما كنت شايف كده على فكرة. يعني كنت شايف بالعكس انا خلاص ايه المشكلة انا معايا ومعايا انتاج ومعايا شركة ايه المشكلة ان انا اجيب اهم حد. بالعكس دلوقتي لقيت ان روحك اكتشفت ان انا اللي بيبيعك يا استاذ روحك اسلوبك حتى لو بسيط. الناس حبه فيك كريم. فبتلت اقول ايه? طب انا بدي افكاري للناس. اعم. وتعملها لي. طب انا اعملها. بالزبط. يعني ان انا مسلا ايه يعني في كتابة الشعر مش قوي قوي يعني. بس بعرف اكتب اغنية. يعني اللي عامل قلبه. انا اللي عامل اغاني اغاني كتير اعملها. بس بقيت اعرف احدد الافكار الاساسية وديها للكاتب. اقول له بص احنا عايزين نتكلم في الحتة عشان كزا كزا كزا. وربنا الحمد لله يعني ايه? تالي لطلع اللي جاية الالبوم اللي بعد يحيبقى كلماتك بقى. اه بص يا انا مش طمعان ان انا بقى شاعر غنائي لكن انا الالحان طبعا. مش هتنازل يعني. اكيد. لان الحمد لله انا بعد التجربة دي اللي لقيت الالحان او انا متنوع يعني انا بعمل الاغنية الخفيفة وبعمل الاغنية التقيلة وبعمل الاغنية للعيلة. يعني الابم فوقك بالنس ده هم خمس اغاني. هتلاقي كل اغنية مختلفة عن التاني. يعني فيه الناس مع دونية ربنا نعملها للعيلة. صح. عشان نلم العيلة. انا عشان بتريت احس ان المجتمع بتاعنا بقى فعلا متفسخ الى حد ما. في بعض الحتة. فاحنا واجبنا كفنانين ان احنا ما نعودش نفسخ بقى في الدنيا. بالعكس احنا هنلم الناس. نحب بالاخوات في بعض. نحب بالعيلة في بعض. صح. اه يعني يا ريت لو تسمع الاغنية دي وتغيرك في ايه. قوية جدا. وليس هنغني مع بعض. احنا ملاحق.